لا ماذا سير يا إيلة خانم إذا ما أكلتي طبيع بيوجعك راسك أمي كانت هيك تعاني من وجع راس دايما الدكتور قال لي أن السبب هو التوتر والزعل هاد مرض النسوان التعيسات آسفة كتير إيلة خانم أنا ما كان أصدي عنك بس لأنه أمي كانت على الطول تضل حزينة تفضلي ممكن تغطيصاتك شوي مظبوط هالحكي تشخيص الدكتور مظبوط أكيد مع أنه ما في نسوان تعيسة في رجال بيسببوا للتعاسي صدقيني أه أي معك حق حتى لما ماما قررت تنفصل عن أبي وقتها أهل بابا قالولا إذا رحتي ما بقى تشوف ولادك بحياتك فهي اختارت الضلمانة وضلها الوجع مرافقة يعني كرمال ساعدتكم بس هي ضحت بحياتها قلتك مظبوط الوحدة منها تفكر هيك لو كنتي مكانها شو بتعملي فيك تضحي بساعات الآخرين منشان ساعاتك قليل أو بتصبر منشانه يعني هالشي بيعتمد على وضعي وقديش أنا بالأصل ممبسوطة بس إنه يعني بالنهاية طالما غيري رح يتحمل مسؤولية حاله فمن حقي أنا كما فكر بحالي يعني شو تغييت بوجوده كنا صرنا مدايقين لو راحت كان نفد واحد منه من هالمعاناة هي مستحيل هيك تحسبها هذا سليمان بعد رسالة الصبح افتحي له لو سمعتي ما لي خلح حبيبتي ما خف وجع راسك شكل المسكينات تعبتني زيادة أعفوا منك ولا إهمة شو فيه يا سين آه صاروا بالبيت يعني ممتاز مفاجأة حلوة للبروفيسور يلا خلي يتربى شو فيه سليمان كلفت يا سين بشغله ومش الحال والبروفيسور مين عرفان طبعا ليش لساتو ما رح ما لحق الطيارة سليمان ما تقلي انك غيرت رأيك انت اللي سمحت له يسافر منشان ابنه شو صار؟ يا ريتني ما قبلت كان رح يهرب قليل الشرف كان بده يهرب وما يرجع لك حتى مجهز كل شيء انت متأكد؟ كيف عرفت بهالشي؟ شكله واثق بالكلبي اللي معه زيادة عن اللزوم عمرا؟ اوه عيلة خانو اهلا وسهلا لا اهلا ولا سهلا عمرا لك انت قديش هك؟ قديش هك زيلا ميواطي وقليل شرف ومنحط انا عطولك انت فكر بانه الانسان لاي مرحلة ممكن ينحط وانت كل مرة بتفاجئني بمستواك يا عيب الشو ما عليك وعلى هيك مستوى اكيد سليمان خبرك اهلا ايدي منصابة وما رح اقدر دافع عن حالي ويا ريت وقطع لك ياها كمان هاي الصداقة تبعك؟ هاي الرجول اللي بتعرفها؟ لو سليمان قتله العرفان قللي وقتها شو بتعمل انت؟ اهدي طالما سليمان بيك في قيله ديون على العرفان ما رح يفكر يقتله ولا حتى يئزيه ما بيقدر انت سألي حالك لو دري بيقصة حبكن شو كان بيعمل احكي لك كيف بتتصرف بكل هالتهور؟ زلمي كان هربان وماك انت رح تشوفيه بحياتك كلها يا ريتو راح يا ريت عن جد راح حتى لو ما بقى شفته وما عليش لك انا اصلا تقبلت الفكرة لك على القليلة لو سافر كنت بعرف وين مكانه وبكونت طمنت انه بخير هلا ايمينة منحكي الحب والتضحية تبعك هات انت بدك تكوني جنبه ولا ما بدك تكوني جنبه هاتي لنشوفه الموضوع اللي عم نحكي عنه يا عمران هو ابنه موضوعنا سليمان موضوعنا بالاصل هو خيانتك انت كرمال المصاري بعت رفيق عمرك وما كفاك الشيه لسه وغمرت بحيات طفل صغير ما له زم خلصنا بقى كلكن مناحوا سهدقين وانا الوحيد يلي ما بسوا اصلا عرفان اللي يباعني تركني ببوز المدفع قدامه لسليمان وليش اعمل هيك؟ لانه ابنه مريض انت فكرت بهالشي؟ وشو ممكن يصير للولد اذا ما ساوا العملية؟ روئي ما رح يصر له شيء انا حاسب كل شيء شو طلع معك؟ شكلك ما بتعرفه لسليمان منيح مش ما انتو كان رح يدفنك انت وياه انت اللي شكلك ما بتعرفيه لعمران ابدا انت عم تمزح ولا شو عمران؟ انت ما بتفكر شو الخطوة اللي بعدها مثلا؟ لما يدرع عرفان بخيانتك شو بدك تعمل؟ كيف رح تبرره؟ اذا انت ما قلت له مستحيل يعرف لانه ما بيشك فيني لك شو هلقرف طبعك بسقلي الزلمة صديقك وبتعرف انه بيأمنك على روح وانت هلأ مبسوط لانه ما بيشك فيك بنوب ليش ما بيشك فيني؟ دخلك ليش عرفان ما بيشك فيني بنوب؟ هذا مو زنبو هو لانه ما بيفكر صح ما بيفكر انا شو اللي عم حسه وعم عيشه ولا كل هذا الحكي ما هيك؟ ما فكر مثلا انه عمران وصل لهذا العمر ولساته متحمل هي الحياة البشعة كل ياتا؟ لك عرفان ما بيفكر فيني اساسا؟ المهم انتو اصحاب قصص التراجيديا انتو صحاب قصص الحب والمعاناة المهم وجعكن انتو ويوفنا العالم عادي خلصنا بقى عرفان بيك بده يركب سفينة الهروب مع عيلتو السعيدة انا شغلتي واقف شوح له هيك واتضحك عادي؟ مو انا اللي رحكون الخاسر الوحيد بالحكاية يا ايلى خانم وكل حدا بده يتحمل مثلي انت غيران من عرفان كأنه؟ ها؟ غيران؟ غيران منه لا عرفان؟ ايه؟ عرفان؟ بشرفك انا بشو بدي غار منه؟ اعطيني شغلة منيحة حتى احصده عليها فكري معي اه ايه مظبوط غيران من الاسرة المثالية تبعه اسمع اذا هالولد بيصله شي هون ساعتا انا اللي رح اقطعك بيديي وقرميك قدام عرفان لا ما رح تساوي اياه شو عرفك اصلا؟ لا بعمله ورح تشوف تعيي لهم ايه؟ اولا ريان ما رح يصله شي اطمني وعاكس ما قلتي انا دائما اتفكر بالخطوة اللي بعدها وعلى طول شو شايفي هون؟ هاد شو؟ هاد كرت مدير المشفى شغلت معارفي وصلت للدكتور يوكسيل حتى حكيت معه وشرحت له الوضع بالضبط قال لي انه العملية ممكن تنعمل هون والدكتور ممكن يجي وحددنا الموعد كمان حنساوي العملية هون بالبلد وريان بده يتعافى نحن حننقذ ريان اه بقصد انت يعني انا رح نسحب من هاي القصة والدكتور انت اللي دورتي عليه وانت بنفسك زبطتي موضوع المستشفى يعني ريان انت اللي انقذتي وهيك بتصير البطلة بنظر العرفان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة